خلينا نبدأ حلقتنا بالترند طبعا الترند ده لليوم التاني على التوالي لسه اسم الفنانة الجميلة أو الفنانة الجميلة عود بيتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد احتفالها بزفافها على المنتهر أحمد حافظ ده طبعا بحضور عدد كبير من نجوم الفن في القلعة كان من النجوم الموجودين مثلا عمر دياب مصطفى أمر نجلاء بدر خالد الصاوي أحمد حلمي منازكي حسام الرداد إيمي سامير غانم عمر يوسف وكندا علوش طبعا معروف بأن كميل عوض هي واحدة من أفراد عائلة فنية كبيرة وهي عائلة عوض عائلة فنية شهيرة على رأسها بالتأكيد هيكون أبرزهم جدهم جميعا الراحل الفنان القدير محمد عوض لأن احنا بنكلم هي جداها هو والد والدها جدها ووالد عمها ومزموعة كده يعني بصي ماماتها قريباتهم برضو من عائلة عوض تقريبا عائلة عوض والد جميلة عوض هو المخرج الكبير كمان الفنانة رندا عوض وكمان يعني أبنائه بالتأكيد ليهم عم كمان جميلة كان موجود في الفرح وعملت رأستين مع بابا وكانت رأسها مؤثرة جدا مع والدها ومع مونة زاكي وبالتأكيد كل الحضور كان ليهم رأسات لكن عائلة عوض كان رأساته مؤثرة جدا لأنه بكى في نهاية رأساته مع بنته لكن عمها كمان وهو مصمم للسعراضات والرأسات كان محضر لها رأسة خاصة وهي قالت في فيديو خاص عن الموضوع ده أنها ما حفظتش قوي رأسة فما حدش يعلق عليها قوي يعني في الخطوات كمان كان الحضور مميز جدا لعدد كبير من النجوم والنجمات وكان في فيديو كمان ليه جميلة عوض بتتكلم على التحضرات وقد إيه هي كانت عندها يعني سعادة كبيرة بتجهيزات الفرح من بينها اختيار المكان المميز جدا وهو القلعة إلى جانب أن لما تسألت على إيه أكتر حاجة كانت مميزة في اليوم أو مبسوطة بيها قوي قالت إن أصحابها صحوها وفتروا معيها في اليوم ده وكان بالنسبة لها ده حاجة جميلة حصلت في بداية اليوم ألف مبروك لها وللمونتير أحمد حافظ ولأسرتها كلها والحقيقة إن كانت أجواء الفرح كلها جمال وسعادة وانبساط مع نجوم الفن كلهم اللي حضروا وطبعا الفنانة يسرى كانت موجودة عدد كبير من الفنانين مصطفى أمر كمان أحياء الحفل مونة زكي وأحمد زكي وأحمد حلمي وبالتأكيد كمان إيمي سمير غانم وحسن الرداد ومجموعة كبيرة وكان دعلوش ومجموعة كبيرة من الفنانين اللي كانوا موجودين وشاركوا جميلة عوض وأحمد حافظ فرحتهم وفرحهم لتعمرهم وبالتأكيد بنتمنى لهم كل السعادة في حياتهم الزوجية ألف ألف مبروك لها ولعائلة عوض يعني بالنسبة للأسماء ده رابط معايا في البداية كده عائلة عوض عموما بشكل عام ألف ألف مبروك لهم ورب إن شاء الله بالتوفيق